تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ هزاع بن زايد ألنهيان نائب حاكم أبو ظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد ألنهيان نائب حاكم أبو ظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي اتصالات هاتفية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة قدم خلالها التهنية بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم سائلنا المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم من جانبهم أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ الزع بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ألنهيان عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود وتقديرهم للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها متمنين للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار وأكد الجميع على الروابط الأخوية المتجدرة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين